التهديئة والتهديدات الحكومية المعارك العنيفة تتواصل في منطقة عفار الاثيوبية قرب اقليم التجراي الوكالة الوطنية الاثيوبية الاستجابة للكوارث قالت ان القتال العنيف لا يزال مستمرا ما اسفر عن مقتل عشرين مدنيا على الاقل ونزوح الالاف خلال الاشتباكات التي تجري بين جبهة تحرير اقليم التجراي وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الاثيوبية المحاذية لاقليم التجراي توتر واشتباكات لا تنتهي في اقليم تجراي باثيوبيا فماذا حدث ما بعد السيطرة على بلدة كوريم المجاورة للعاصمة ميكيلي نتابع التفاصيل التوتر بين الحكومة الاثيوبية وجبهة تحرير تجراي بلغ أشده في الثاني عشر من شهر يوليو اعلنت جبهة تحرير تجراي انتزاع بلدة كوريم المجاورة للعاصمة ميكيلي واكدت انها ستوصل التقدم لاستعادة حدود ما قبل الحرب هناك في اليوم التالي شنت جبهة هجوما جديدا ونتيجته كانت السيطرة على الامات كبرى مدن الاقليم وتوعدت باستمرار التقدم للسيطرة عليه بالكامل لم يتأخر ابي احمد عن الرد ففي الرابع عشر من يوليو وعد بما اسماه التصدي لهجوم الاعداء واكد ان قوته سترد هذه الهجمات التي ينفذها اعداء اثيوبيا الداخليون والخارجيون على حد وصفه النزاع في اثيوبيا امتد الى خارج اقليم تجراي لتعلن جبهة تحرير تجراي في الثامن عشر من يوليو تنفيذها لعمليات ضد القوات الموالية للحكومة في منطقة عفار المجاورة لمنطقة اوروميا اشتركوا في القناة